اليوم قررت أنني نتوجه لكافة المؤتمرين والمؤتمرات الذين سيشاركون في المؤتمر المقبل إن شاء الله المنعقيد يوم 3031 يناير تحت شعار نضال وطني ومعارضة مسؤولة إخوة الأخوات قبل ما نبغي خبركم على أنني قد وضعت بصفة رسمية ترشيحي لمنصب المنصق الوطني بغيت أولا استغل هذه الفرصة بشي نشكر الإخوان في الخركة الصحيحية على اللي نضالتهم وعلى التماسك ديالهم وعلى السعي ديالهم والغيرة على الحزب وعلى تماسك كافة المناضلات والمناضلين في ناكل الوقت بغيت نوجه شكر خاص لأعضاء اللجنة التحضيرية المؤتمر على اشتغالهم اليومي من أجل الديمقراطية الداخلية داخل الحزب ومن أجل بناء حزب حقيقي يكون له موقع داخل المشهد السياسي المغري الإخوة الأخوات كان ضمن على أن البرنامج الانتخابي الذي أقدمه بين أيديكم وأنتم تستعدون للمشاركة في المؤتمر المقبل هو ليس بجديد عليكم وهو نفس البرنامج الذي اشتغلت عليه اللجنة من خيرة أطر مناضلات ومناضلي الحزب في المؤتمر السابق اللي كان في شتنبر 2017 بالرباط بالحق الأقدار الإلهية كان عندها الكلمة الفصل في ذلك المؤتمر فاش ما خلاتش نظرا للعديد من الطروف وما حدث في يوم المؤتمر بأن برنامجنا الطموح كشباب دي الحزب مغرب الحر يلقى واحتصادة وينزل الأرض الواقع وبالتالي اليوم قررت على أنني نعود هذا البرنامج والعرض دي الخطوط العريضة دياله أمامكم رغم علمي الشديد على أنكم تطمحون إلى هذا البرنامج منذ سنوات وهو برنامج بسيط كان قسم إلى ثلاث مخرجة أولا من ناحية التنظيمية الكل اللي يعرف على ما نعيشه داخل حزبنا من مشاكل تنظيمية كبيرة اللي جعلته يتخبط في مجموعة من العوائق اللي ما كتجعلوش يكون عنده موقع في المشاهد السياسي المغري وبالتالي اليوم خصنا نقوله أننا خصنا نوضعه حد نهائي مع عشوائية تسير ومع الفوضى اللي كانت كالطبع مصار الحزب منذ سنوات وجه اليوم باش نقوله على أننا خصنا فعلا أن يكون لنا تنظيم حزبي قوي منظم يحترم هياكله يحترم مكتبه السياسي يحترم مجالسه الوطني ومؤسساته التقريري خصنا فعلا حزب سياسي يعتمد الديمقراطية الداخلية كأساس وحيد وأوحد للتنافس داخل هذا التنظيم الإخوة الأخوات أظن على أن الكل يشتكي من نعدام المنظمات الموازية أو نعدام اشتغالها وبالتالي الآن الأوان لأن نعيد بعث هذه المنظمات الموازية وأن يكون لها كلمتها واستقلاليتها سواء منظمة الشبيب الخر أو منظمة المرأة الخر أو منظمة مناضلي ومناضلات الحزب من مغاربة الخارج وكذلك من المهنيين والحرفيين وكافة الإطارات الكفاءات التي تود أن تشتغل في إطار تنظيمات موازية كنظن هذه هي الخطوط العريضة لتنظيمنا ولكافة العوائق التي كانت تعيقوا هذا الحزب الفتي المليء بالطاقات فيش أنه يتقدم نحو الأمام وتكون عنده كلمة وصوت داخل المنظومة الحزبية المغرية من ناحية السياسية وهذا قسم أظن على أن غالبية المناضلات ومناضلي الحزب الآن وضعين يدهم على قلوبهم وكذلك كافة المتعاطفين في أنهم يخافون على أن يتخذ الحزب مصارا آخر غير الذي اعتدنا عليه من النضال إلى جانب حقوق الشعب والمستضعفين وكافة القضايا الوطنية العادية وهنا جيت بشن قل لكم على أن مواقفنا سواء السياسية أو الحقوقية ستظل كما هي غير أنها ستكتسي سبغة جديدة في إطار احترام القوانين واحترام المؤسسات واحترام تدافع السياسي الطبيعي مع خصومنا السياسيين ولكن كذلك بشنقول على أن الخصم الحقيقي من الآن فصاعدا للحزب مغربي الحر ليس لا هو الأشخاص ولا هو مؤسسات بعينها بقدر ما هو الظلم والتهميش والفقر والحجرة التي يعيشها أغلب المواطنات والمواطن لإخوة الأخوات كان ضمن على أنه جاء الوقت الحقيقي بشنقطعوا نهائيا مع كافة الممارسات السابقة والتي كانت لها العديد من السلبيات سواء على صورة الحزب أو على مستقبله غادي بقل منصق الوطني في حالي خاضيت بشرف تمثيلكم في هذا المنصب قريبا من هموم المواطنين قريبا من الشعب قريبا من الشباب والشابات الذين يعانون في المناطق المهمشة يعانون من البطالة يعانون من الفقر يعانون من التهميش يعانون من طغيان المحسوبية والزبون غادي مقوف الحزب قراب من هموم الفلاحين قرب من مشاكل الحرفيين قرب من المعيقات التي تعيق وتقدم المقاولات الصغرى والمتوسطة قرب من المشاكل التي تعانيها كل هذه المقاولات خصوصا بعد تفاقم أزمة كورونا كوفيد-19 قرب من القرى المهمشة من القرويين قرب من كل المواطنين الذين يحتاجون إلى دعم حقيقي وسياسي الأخوة الأخوات قد نبقى في حزبنا كما كنا دائما وطنيين ندافع عن قضايانا الوطنية بكل حرقة وبكل وطنية صادقة قد ندافع على قضيتنا الوطنية الأولى وعلى قضية وحدتنا الترابية بكل ما أتنا من قوة بتفعيل الدبلوماسية الموازية بتفعيل كافة الطاقات بتفعيل مؤسساتنا الحزبية حتى تكون لكما كلمتنا في الدفاع عن قضيتنا النصرية وقضايانا الوطنية العادلة إلى جانب كافة سواء الأحزاب السياسية أو التعاون مع كافة المؤسسات الأخوات المناضلات الأخوة المناضلين كان عرف على أننا بينكم اللي كيحس شوية بتعب واللي كيحس باليأس واللي كيحس بالامتعاض نتيجة عدم تحقيق الحزب لنتائج مشرفة في العديد من استحقاقات الفارطة أعيدكم على أنه في حالي شرفتموني بشرف تمثيلكم على أن يكون للحزب كلمته في المشاهد السياسي المغربي سواء في استحقاقات الجماعية أو في استحقاقات البرلمانية المقبلة والمستقبلية أعيدكم أيها الأخوة والأخوات بأني لن أدخل جهدا في أن أجعل للحزب المغربي الحر موقعا حقيقيا داخل المشاهد السياسي المغربي الأخوات المناضلات الأخوة المناضلون في ختام كلمتي كانت توجه برسالة ليس فقط إليكم ولكن إلى كافة المتعاطفين مع الحزب المغربي الحر اليوم أدعوكم بكل صدق وبكل حسنية لنصنع معا حزبا استثنائيا لنصنع معا حلما طالما انتظره المغاربة في حزب سياسي قريب من الشعب قريب من المواطن قريب من الهموم التي يعانيها يومي أدعوكم بكل مسؤولية لأن نشتغل بكل حماس وبكل مسؤولية في أن نصنع حزبا حقيقيا يساوي بين مناضليه ويعتمد الديمقراطية ولا شيء سوى الديمقراطية كأساس للترقي داخل منظومتنا الحزبية وها هي يدي مندودة إليكم وإليكنا لنصنع فعلا ما كان يحلم به كافة الشباب والشابات الطموحين إلى فعل سياسي نبيل إخوة الأخوات بني الدين أحنا أبناء هذا الوطن أبناء هذا الشعب أبناء المدرسة العمومية أبناء المناطق الهامشية لجينا إلى المركز ونحن نحمل طموحات عديدة في أن نصنع الحدث التاريخي والحدث الاستثنائي في أن نصنع حزبا يتسع الجميع في أن نصنع حزبا فعلا يخاطب المغاربة بلغتهم وبطموحتهم وبأحلامهم ولأن نصنع معا ذلك الأمل الذي طالما انتظره المغاربة أن نصنع أملا في مغرب جديد في أحزاب حديثة ومسؤولة ولنحطنا بأيدينا معا كافة الأصناع والبيروقراطية والمحسوبية لإخوة المؤتمرون الأخوات المؤتمرات هي النفس اليد الممدودة يتي إليكم ممدودة لكافة مؤسسات الوطن لنبلغ رسالة واضحة لكافة مناضلي ومناضلات الحزب بأن نضالنا هو نضال وطني هو نضال من أجل بناء هو نضال سيظل وسيبقى في احترام تام للمؤسسات ولثوابت الأمة وقوانينها هو نضال يسعى حقيقة إلى تحقيق تطلعات الشعب المغريض وجلالة الملك في أن نجعل من هذا الوطن وطن قوي وفي مصاف الدول المتقدمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر